السلام عليكم وأهلا بكم معاكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس الألستريتو وهنتعلم في الدرس ده إزاي تضيف تأثير النيون للكتابة أو النص بطريقة سهلة وبسيطة أول حاجة هنشئ مستند جديد بأي مساحة وبعد كده هروح لأداة الريكتانجل وهضغط في الأرتبورد وهسحب بالشكل ده وبعد كده هروح لسواتشزبانل وهختار منها اللون الأسود وبعد كده هختار اوبجيكت ومنها هختار لك وهختار منها سيلكشن وكده الخلفية عندي باللون الأسود وعملت لها لك أو قفلتها عشان تكون سابتة معي وبعد كده هختار الطايب طول وهضغط في الأرتبورد وهكتب كلمة نيون وهروح لسواتشزبانل وهختار أي لون أنا عاوز وهعلم على الجلوبال عشان لو حبيت أغير اللون في أي وقت وبعد كده هضغط اوكي وهزوت حجم الخط 150 وهغير الفونت بحيث يكون مناسب للتصميم بتاعي أنا هختار أي خط رويندد وهيظهر معايا بالشكل ده ولو حبيت أصغر الكلمة هروح من أي زاوية وهسحب للداخل ونضغط على شفت وبعد كده هروح لقائمة طايب وهختار منها create outline وكده الكلمة قدر أتحكم فيها بسهولة وهروح أختار من قائمة object هختار pass ومنها هختار offset pass أول حاجة هفعل ال preview هلاقي عملي stroke زيادة على الكلمة 10 بيكسل أنا هنا عاوز جزء من داخل الكلمة وهخليها minus 5 أو minus 4 وهضغط OK وبعد كده هضغط على السامل تحت من الكوبورد مع shift ودي النسخة اللي عملناها من الكلمة ببيكسلات أقل وبعد كده هروح للcolor جيد وهختار درجة لون أفتح من نفس اللون أنا دلوقتي عندي الكلمتين دول في group 1 وأنا عاوز أفصلهم عن بعض هعمل كده إزاي هعمل select عليهم وهروح لقائمة object وهختار منها on group كده بقى عندي كل حرف منفصل عن الباقي هروح أعمل select للكلمة الأولى ومن قائمة object هختار group وهروح للكلمة التانية أعمل عليها select وهختار object ومنها هختار group وبالسامل فوق من الكوبورد مع shift هرجعها تاني للكلمة أو بعمل لها محزان وأحدد على الكلمة الخارجية أو الكلمة اللي فيها stroke وهختار effect ومنها هختار blur وهنا أنا هعمل ضبابية للكلمة بحيث تديني تأثير النيون بشكل جميل هعمل أول حاجة preview وأحدد قيمة من 5 ل7 وبعد كده هروح أحدد الكلمة الداخلية وهروح لـ effect وهختار منها blur وهعمل preview وهختار قيمة 1 بيكسل وهضغط ok أنا دلوقتي عاوز إضاءة خلفية بحيث تظهر لي الكلمة على الخلفية بطريقة واضحة وجميل هروح أحدد الكلمة الخارجية وهروح لقيمة edit ومنها هختار copy وهختار edit ومنها هختار paste in front ولو سحبتها بالسهم الفوق مع shift هتظهر ليه بالشكل ده وبعد كده هختار appearance وهضغط double click على blur وهعمل لها preview وهزود القيمة بحيث تديني ضبابية وبعد كده هضغط ok وهسحبها للشكل تاني بالسهم التحت مع shift وهتظهر عندي بالشكل ده ولو انت مش عاوز تتحكم بالسهم مع shift تقدر تعمل لها محازن من online ولو حبيت أغير اللون بطريقة سريعة وسهلة هروح لقيمة swatches وهختار اللون global اللي اختارناه في الأول وهفعل preview وأغير اللون بسهولة جدا وأقدر أغير لدرجات ألوان مختلفة وبعد كده هضغط ok وبكده يكون درسنا انتهى وانتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله وهنتعلم فيه إزاي تعمل تأثير النيون على الأشكال شكرا 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 شكرا